موسيقى بسرع خير أنا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضرتكم في يوم للتاريخ أنت على بعد ساعات عزيزي الأهلاوي من إنجاز طال انتظار إن شاء الله النهاردة في التسعة مساء بالتحديد الأهلي هيعلن عن تفاصيل هي على فكرة الفكرة أكبر بكتير جدا من كونوستاد صحيح الأستاد هو اللي يهم الجمهور لكنه واحد من المشاريع الكبيرة جدا اللي بتعكس نمرة واحد حجم ومكانة النادي الأهلي نمرة اتنين قدرة إدارة النادي الأهلي على التفكير والتخطيط لمستقبل يليق بلقب العالمي والعالمي هنا مرتبطة بكهان النادي الأهلي لطموحاته بالتأكيد وتجاوز وطموحات جماهير وأيضا تجاوزت بكتير جدا حدود القرى الأفريقية استاد الأهلي الجديد وما يصاحبه من مشروعات أو من تفاصيل وما من مفاجآت هيتم الإعلان عنها النهاردة إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله نكون مع حضراتكم من أوائل الناس اللي تحضر مباراة للنادي الأهلي هيكون حدث طبعا تاريخي ينتظر وعشاق النادي الأهلي في كل مكان قريب جدا إن شاء الله زي ما هتسمعوا تعرفوا التفاصيل النهاردة يعني زي ما قلت لكم القصة أكبر بكتير من فكرة استاد ولو بصنا للمشاريع الاستثمارية الكبرى أندية العالم النهاردة وهي تجربة نتمنى الحقيقة إنها تتكرر في مصر مع التفرة الرهيبة اللي حصلة على مستوى البنية التحتية وخصوصا في قطاع الرياضة مدينة مصر الأوليمبية استاد مصر وغيرها من تطوير المنشآت اللي بيتم بواتيرة سريعة جدا في كل حتة في مصر النهاردة أعتقد لما بتيجي تتكلم على فرصة استضافة بطولة كبيرة أعتقد إنه من حيث البنية التحتية شبكة طرق الفنادق أعتقد إنه القصة النهاردة في مصر مختلفة بشكل كبير وأعتقد إنه رؤية النادي الأهلي اللي هتترجم وهتوضح لحضراتكم النهاردة بكل تفاصيلها واللي مرتبطة زي ما قلت لكم بفكر ومنه الجديد يمكن علينا هنا في مصر والأكيد إنه جديد في أفريقيا حاجة تجربة زي مثلا الأدية الكبيرة في أوروبا زي ما شفنا وبرضا عشان ما نحطهاش في خانة المقارنة عشان عاية في الناس بتقف على كلمة المقارنات دي لكن احنا شفنا مثلا النادي زي ريال مدريد بيستثمر أكتر من 500 مليون يورو في سانتياجو برنابيو عشان يقدمه بشكل جديد قصة تتخطب كتير فكرة الرياضة رايحة أكتر منها لاستثمار فكرة إنه يتم تسويق البراند بتاع النادي الأهلي من خلال كائنات تعليمية وفنادق ومتاحف ومستشفيات للعلاج على أحدث مستوى سمعنا كتير جدا عن لعيبة مصريين مثلا في حالة الإصابة بيعملوا عمليات خارج مصر ومش بس العمليات كمان وممكن تكون برامج التأهيل بتاعتهم بتتم خارج مصر طيب وإيه اللي يمنع أنه ده يحصل في مصر وإيه اللي يمنع أن يكون عندنا نفس المستوى من الإمكانيات تكلم على متحف يليق بتاريخ النادي الأهلي العظيم اللي أصبح بكتير 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 وبمراحل يتخطى فكرة مجرد دولاب بطولات دولاب كؤوس دولاب يعبر أو يقدم تاريخ النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي في متحف يليق بالتاريخ العريض ده أساطير سواء على مستوى الأسامي الكبيرة اللي تولت إدارة النادي الأهلي حكايات قصص أدوار تاريخية وأدوار وطنية لحظات كانت حاسمة وكانت مؤسرة لحظات فرحة لا تنسى ألقاب وبطولات يعني عن تاريخ الأهلي حدث ولا حرج فبالتالي فكرة دولاب البطولات دي ما بقتش تتماشى مع اسمه كان النادي الأهلي احنا النهاردة بنتكلم على فكرة متحف يليق بعظمة وباسم وبتاريخ وبأمجاد النادي الأهلي على كل أحوال بيفصلنا ساعات ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لغاية النهاردة يمكن في بعض الحاجات تتصربت لكن شكل المشروع وتفاصيله كلها طي الكتمان يعني على أعلى مستوى الأهلي أحاط الملف ده بكل السرية لكن كلها ساعات ونقدم لحضراتكم مقدارة النادي الأهلي تقدم لحضراتكم مصروع القرن الحقيقي يمكن يكون نقلة نوعية في تاريخ النادي الأهلي ونقلة طال انتظارا نهاردة ايه نهاردة